مستورة ويحطها في المرمى فمارادونا نجم ما بتعوضش يعني كل حاجة مهارة قوة لياقة نجم قائد انت ممكن تبقى نجم كبير جدا بس مش قائد لا مارادونا كان فيه مجموعة من الصفات اللي صعب انتكرر في العيد كرة تاني وكارزمة حتى بعد ما بطل كرة القدم وهو بيدرب رغم ان هو ما حققش ربع اللي حققه وهو لاعب لكن تشعر ان كانت كارزمة وكلاعب طغية على مارادونا كمدير فن كابتن مومي واحد طبعا من اعظم لعيبة كرة انجباتها طبعا الملعب في العالم حظنا الحلو ان احنا تفرجنا عليه وشفناه وصغير شفناه في كاس عالم 86 وشفناه بعد كده اكتر من بطولة كان سابق بقى عصره رغم ان دلوقتي فيه بعض اللعيبة الصغيرين اللي هتا بتشوفهم مع ميسيا ورونالدو في المنتخبات كلها لعيبة كتير قوي وميسي بيبقى احسن لعيب ورونالدو كلام ده كل لكن الوقت اللي كان فيه مارادونا في الارجنتين في كاس عالم في الاندية كان بيواجه لعيبة جامدة جد المنتخبات اللي كان بيلعبها لو قارنتها بدلوقتي حاجة جامدة قوي في البرازيل وإيطاليا وإلمانيا وبالجيكا واسبانيا اسامي جامدة جدا هو كان متفوق على كل الناس ذات بالضبط فرق دلوقتي لما تيجي الكارن تقول فلان أحسن من فلان زي ما بيكارنوا مثلا ميسي بمارادونا أو مارادونا بليه الفترة اللي كان فيها بليه حاجة تانية ومارادونا كان حاجة تانية مارادونا حاجة تانية جدا زي ما كنا بنجري الكلمة كابتن طهر أبو زيت فترة من الفترات من العظم لعيبة الكرة اللي في مصر ده كان سابع عصر رغم إن كان موجود كابتن حمود الخطيئ كان حاجة جامدة جدا لكن مارادونا في ظل الفترة اللي كان بيلعبها هات أي فرقة كان بيلعبها من البرازيل وألمانيا وإيطاليا وكل دول بتفوق عليهم فهو كان حاجة جامدة جدا في الكرة بيتضرب ويتلاقيه بيقوموا حاجة غير طبيعية في الكرة كما بيفكره بنفسك كابتن مؤمن؟ لا 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 أنا نيجي جامبه إيه لا حاجة صعبة طبعا هو حاجة ما شاء الله حاجة جديرة جدا حاجة جديرة جدا وتحس إن مارادونا كمان الجزء الجميل اللي فيه إن هو كان صحب يعني زوق في الكرة بمعنى أنا فاكر إن هو نفسه لما كان بيتكلم على الجور الأحراز وفي شيلتون قال لك أنا عملت نفس الجلدة قبل كده بس أنا فاكر إن كان معلق من المعلقين أو حد من اللي كان بيشوفوا المباراة قال لي طب أنت عملت كل ده طب ما رقصتش ليه حارس المرمى قال لك لما وصلت الحارس المرمى كنت ممكن أحطها بس افتكرت التعليق ده فرقصت حارس المرمى رغم إن هي صعبت عليها المهمة عشان أبقى عملت حاجة جديدة في الكرة ما هو فعلا كل الناس بتقول لك هو يعني الهدف اللي سجلوا في 86 هو يقول لك بعد كده لو يتكرر ميسي مش من أي حد يقول لك ده هدف مرادوني يعني مركة مسجلة بإسم حتى الهدف اللي جابه بإيده يقول لك هدف حتى على الطريق المرادوني الجامب اللي عمله مع جامبه هو ده اللي خلى الحكم علي بن نصر يعني ما دخلت عليه زي ما احنا بن نصر كرة قلم خماسية خلي بقيك لعب جامد أول لا ومنتظم وموازم بس دي قدامي ما بإيه بس يعني بتوصل البرنامج تمام يعني ما فيش عطبات في الطبيعة يعني ما فيش عطبات في الطبيعة يعني ما فيش عطب رأس أي حد والحال اللي احنا بنكلم فيه